صلاح يقرر رقم كياسي جديد في البريمير ليج يساهم في التسجيل للمباراة العشرة على التوالي والظريف ان الرقم الكياسي الاول مسجل باسمه ايضا لما ساهم بالتسجيل في 15 مباراة متتالية في 2015 موسيقى صلاح بيواصل كتابة التاريخ في كتاب مفتوح اسمه ملك مصري على ارض الانجليز ساهم في اهداف ليفربول للمباراة العشرة على التوالي بواقع تسجيل خمس اهداف وصناعة سبع اهداف وفي الموسم ده وفي اربع مباريات قدر يسجل هدفين ويصنع زيهم ومش بس كده وكمان في 11 مباراة على التوالي على ملعب انفلد قدر يسجل فيهم كلهم فيما عدا مباراة استون فيلا اللي اكتفى فيها بالصناعة الموسم الماضي هدف صلاح النهاردة في نفس الفريق استون فيلا هو رقم 150 ليه مع ليفربول في مختلف البطولات والسؤال هنا هل قيمة صلاح في ليفربول ممكن تقدر بأي عدد من ملايين الدولارات؟ موسيقى 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 ياهلا مباح حضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 نهاردة ليفربول فاز على استون فيلا وصلاح سجل هدف من اهداف هذه المواجهة بس صلاح مع ليفربول يا جماعة الهدف مع ليفربول دلوقتي هو رقم قياسي يعني زمان هو عمالي عد اهداف بقاله فترة مش قليلة برضو يعني كل هدف بيجيبه بيعمل رقم بيعمل رقم النهاردة رقم جديد للمباراة العشرة على التوالي صلاح بيساهم بالتسجيل مع ليفربول سواء هو بيسجل بنفسه او بيصنع هدف للمباراة العشرة على التوالي في 2015 كان عنده سلسلة برضو من 15 مباراة ناحية التانية اربع مباراة لليفربول الموسم ده في الدول الانجليزي صلاح ليه فيهم اربع هدف اتنين مسجلهم بنفسه واتنين صنعهم يعني بنسبة نجاح 100% في الاربع مباراة 150 هدف 150 هدف لمحمد صلاح مع ليفربول الانجليزي طوال هذا المشوار في كل البطولات 150 هدف لقت علي لي بقى هنا وارجعل عشان افكركم افكركم بحاجة مهمة جد زمان لما كان عندنا لاعب مصري محترف يسجل هدف يسجل اتنين يسجل تلاتة ويا سلام بقى لو يسجل عشرة زي ما عامل زاكي كده عمل مع وجان قبل كده تقول عليه لاعب تاريخي ولاعب اسطوري ولاعب عظيم ولاعب مجاز زيه ولاعب مولدتوش ولادة وكلهم اسماء محترمة ونحباء ونعشاء محمد صلاح بيسجل 150 هدف مع ليفربول 150 هدف انت متخيل الرقم انت متخيل الرقم قديه كبير جدا كبير جدا ويجي حد يقولك لا 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 بس ليفربول شكله عايز يمشي صلاح لا 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 ليفربول هيوافق على عرض بتاع التحاد جده وهيسيب صلاح لا 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 صلاح في ليفربول الآن في هذه اللحظة لا يقدر بثمن هتقولي لا ما فيش الكلام ده يا كريم ما تأفورش هقولك صلاح بالنسبة ليفربول هو المشروع هو الأسطورة هو الأهم في هذا المشروع وده اللي قاله النهاردة سبوصلاي اللعب المجري المنضم حديثاً لليفربول وقال ان صلاح مهم للفريق وجود صلاح مهم احنا كلنا في الفريق عايزين صلاح يكمل صلاح قال لي انه مكمل مع الفريق انه عايز يكمل مع الفريق ليه ليفربول الآن عنده شوية لعبة مميزة وليفربول مسيرته في الدورة حتى الآن هي مسيرة جيدة جداً لا ما يتعصر إلا بتعادل وكان مع تشيلسي والباقي تلات انتصارات فيه سبوصلاي لعب كويس صفقة جديدة فيه مكاليستر صفقة جديدة كويسة فيه صفقات جديدة كمان لسه هتخش لويز دياس رجع وعمل أداء كويس نونز في الموسم ده عن الموسم الماضي الدفاع متزبط شوية او النهاردة كان متزبط شويتين تلاتة بقالوا كتير قوي ليفربول ما طلعش بشباك نظيفة الأمور تتحسن جداً في ليفربول طيب لو ما فيش صلاح كل ده لا شيء لا شيء طبعا احنا مش بنبالغ هنا عشان على تلفزيور مصري او هناك احنا مصريين فبنقول انه ليفربول ده ولا حاجة يا جماعة من غير صلاح احنا نحب صلاح لأ العالم كله بيقول كده الدولة الانجليزية وكل الصحف الانجليزية بتقول كده الناس في انجلترا خايفين ان صلاح يسيب ليفربول الناس في انجلترا كجماهين بشكل عام او كصحفيين او كعالميين اللي هما شايفين لما صلاح يسيب ليفربول الدولة الانجليزية هذا الدولة الاعظم على وجه الارض يخسر كتير لو صلاح رحل كيمة كبيرة كيمة خيالية والله والله الشخص العظيم اللي ربنا يديله يعني ودائما عنده احلام سعيدة ربنا يديك كمان احلام سعيدة اكتر واكتر اكيد ما احلمش ان يبقى عندنا لاعب موجود في المستوى ده وبكل هذه النجاحات اكيد ما احلمش ده فهو حتى مش في احلام اكثر المتفائلين فينا ان يبقى عندنا حاجة زي صلاح وحصرت حاجة تفرح حاجة تبهر حاجة تشجع حاجة تخليك دايما عندك طموح وفرحان وحاس انك تقدر ما هو واحد من بلدك بيعمل كل الانجازات دي وطلقه من بالح على قصة بتاعت صلاح والتحاد جدة وليه احنا ممكن ننزعج او نزعل من حاجة زي كده قلت عشان ما قررش الكلام يعني انه لازم نطلع اكتر من محمد صلاح لازم في قطاعات النشئين ونشتغل عليها يورجان كلوب النهاردة كمان في تصريحاته قال ان محمد صلاح مكمل مع ليفربول وما فيش اي جديد وانه هو شايف انه العالم كله بيتكلم عن الموضوع دوت وانه فيه ضجة كبيرة في موضوع محمد صلاح وامكانية انتقال الاتحاد جدة بس قال انه صلاح مكمل وقال انه النهاردة صلاح عمل مباراة عظيمة جدا وعمل شغل كبير جدا مع الفريق ومش الان يورجان كلوب ان صلاح يمشي من الفريق الفترة اللي جاي ان شاء الله يكمل مع ليفربول زمالك عنده مواجهة مهمة جدا مع أرطا سولار فيه دور الاثنين وثلاثين من بطولة الكونفدرالية الافريقية مباراة الزيابة تكون يوم خمستاشر من الشهر الجاري فريق أرطا سولار من الفرق الكبيرة في جيبوتي جيبوتي مش من الدول اللي عندها فرق كبيرة أو منتخب كبير ولكن هي منتخب واعد وعندها فرق وعدة والكلام ان الفريق دوت فريق جيد جيد مش عظيم يعني اكيد الزمالك أفضل ولكنه فريق جيد معايا عبر زوم الآن بوزيان بن عربي الموديل الفني الجزائري لفريق أرطا سولار الجيبوتي اللي هيلعب مع الزمالك ان شاء الله في دول الاثنين وثلاثين بالكونفدرالية الافريقية يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم عشر قرأة الكونفدرال الافريقية ربما وقعتك مع أقوى الفرق في هذه البطولة الفريق صاحب الاسم الأكبر في هذه البطولة هو نادي الزمالك كيف ترى هذه المواجهة الكبيرة بالتأكيد مواجهة صعبة سوف نقابل فريق كريم فريق كبير أمة كبيرة في كرة القدم مصر بالتأكيد ليس أمرا سهلا أن نأتي أن نلعب في مصر سوف نحاول أن نفعل كل ما بوصعنا أمام هذا الفريق الكبير سنكون لدينا كبيرتان مباراة في تنزانيا خلال أيام ثم في آخر سبتمبر سوف نذهب إلى القاهرة لنلعب المباراة العودة وبالتأكيد نحن صعداء جدا بهذه المقابلة إقامة المباراة مباراة الزياب خارج جيبوتي شايف أنها تؤثر سلبا على الفريق أو شايف أن الأمور واحدة كما تعلم المباراة الأولى هي مباراة حاسمة مباراة مهمة إما أن نعبر نحن أو نعبر مرز ملك وعلينا في كل الأحوال أن نعد أنفسنا جيدا لأنها مباراة صعبة قما قلت في موقف صعب بالتأكيد سنفقاب اللاعبين من طراز خاص سوف نفعل كل ما في وسعينا في كل الأحوال لتجاوز هذه العقبة هل شاهدت مباراة للزمالك هل بدأت تذكر للزمالك الفترة دي ولا لسه ما بدأتش شاهدت بعض اللقطات من مباراة الفريق شاهدت كيف يهاجم الفريق شاهدت كيف يدافع الفريق في النهاية لا يمكن أن أقول إلا أنه فريق كبير جدا شاهدت مباراة الزمالك ضد فريق النصر السعودي اكتشفت أن الفريق فيه لاعبين جيدين جدا في كل الخطوط وخصوصا في خط الوسط بالتأكيد زيزو ودونجا وأحمد فتوح اللاعبين هم يلفتون الأنظار وأيضا المهاجمة التونسي سيف الدين الجزيرة لا يمكن أن نساه شاهدت بعض المباراة وليس الكثير ولكن المحصلة في النهاية أنه فريق جيد جدا ونحن عاكفون الآن على دراسة الاستراتيجية المناسبة لتجاوز هذه العقبة الصعبة والصعبة جدا هل كنت تتمنى عدم مواجهة الزمالك في هذا الدور المبكر في هذه البطولة؟ هل كنت تتمنى منافس آخر؟ كما تعلم بشكل عملي إنها بطولة للكبار ونحن معرضون أن نقابل أي فريقة حذر جاء مع الزمالك الفريقة الذي هو تاريخيا مرشح أو أحد المرشحين للفوز بهذه البطولة ولكن دعني أؤكد وأقول أننا سعداء أننا سنقابل الزمالك لأن في كل الأحوال سوف نكتسب خبرات بالاحتكاك بهذه اللعبين وأؤكد مرة أخرى أننا سوف نفعل كل ما وفي سنة لتجاوز هذه العقبة كم لعب دولي موجود في تشكيلة فريق أرطا سولار؟ لعب دولي يلعب للمنتخب الجيبوتي لدينا لدينا تقريباً 8 لعبين في منتخب جيبوتي وألان تراوري وآخرين من خارج جيبوتي وألان تراوري من بوركينفاسو وألم موريل وهو لعب موريتاني وكان في تشكيلة منتخب موريتاني الأخيرة في مبارتهم الدولية ضد الجابون وهكذا لدينا بعض اللعبين الدوليين في تشكيلتنا هل هناك لعبين بارزين أو أسماء كبيرة في الفريق ستغيب عن هذه المواجهة لأي سبب؟ مواجهة نادي الزمالك سنكون القائمة ستكون مكتملة وكل اللعبون جاهزون وكل اللعبون متحمسون ولديهم الدوافع ألهم للعب مباراة كبيرة على مستوى عيل ضد فريق الزمالك قلتني أن أنت هتلعب بالمباراة دية أو المواجهة دي لإكتساب الخبرات هل تتصور أو تتوقع أنك ممكن تفوز على الزمالك في هذه المواجهة ولا فقط هذه المواجهة لإكتساب الخبرات كابتن بوزيان بن عربي الموديل الفني لفريق أرتا سولار الجيبوتي منافس الزمالك في البطولة كونفيدرالية الأفريقية في دول 32 يبدو أن الاتصال انقطع أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاركة وهذا الحوار قبل هذه المواجهة الهمة للزمالك في مستهل مشواره في الكونفيدرالية الأفريقية خلصنا قصة صلاح تكلمنا شوية عن منافس الزمالك القادم ولسه عندنا أخبار مهمة من نادي الزمالك ولكن تعالوا نروح الأول لأخبار مهمة جدا من النادي الأهلي النادي الأهلي وأخباره المهمة ونبدأ بكواليس صفقة المهاجمة الجديد في النادي الأهلي السؤال اللي بتتسقله طول الوقت أجماعة مين مهاجم النادي الأهلي الجديد؟ نمشي في الشارع مين مهاجم النادي الأهلي الجديد؟ نفتح السوشال ميديا مين مهاجم النادي الأهلي الجديد؟ نطلع على التلفزيون مين مهاجم النادي الأهلي الجديد؟ ولسه الأمور لم تحسن بتاتاً بتاتاً أسماء ما زالت في الصورة وأسماء جديدة تدخل في الصورة وكل هذه التفاصيل الآن هولا لحضركم يلا بنا أولا النادي الأهلي في الوقت الحالي يكسف من محاولاته لحسم صفقة المهاجم الأجنبي الجديد حيث يريد النادي إنهاء هذا الملف خلال 72 ساعة على أقصى تقدير حتى ينضم اللاعب للفريق قبل مباراة السوبة للأفريكا أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر الجاري ثانيا الأعلى في الوقت الحالي لم يفقد الأمل في ضم البرازيلي جوستافو السوزة مهاجم فريق جيم بوك الكوري الجنوبي خصوصا أنه أتم كافة الاتفاقات مع اللاعب وفي الساعات الحالية يضغط سوزة بنفسه على نديه لإتمام الصفقة وينتقل للقلع الحمراء إلا أن الأمر ما زال معلق يعني سوزة البمت أفدش لعب برازيلي آخر دخل دائرة اهتمامات النادي الآلي في الساعات الأخيرة وهو جواو بيدرو مهاجم فريق الوحدة الإماراتي اللي ما زال يتبقى في عقده مع العنابي موسما واحدا إلا أن وكيله طلب من النادي الآهلي الحصول على راتب سنوي مليوني دولار وهو ما يرفضه النادي الآلي حيث أكد مسؤولية للوكيل أن أكبر راتب ممكن أن يدفعه النادي 1.4 مليون دولار فقط لعب عن 30 سنة هقول لكم شوية تفاصيل عنه هؤلاء مهاجم قويس جدا رابعا دخل دائرة اهتمامات النادي الآهلي أيضا الإبواري البوركيني محمد كنتين مهاجم فريق أخمات جرزني الروسي والذي ما زال يتبقى في عقده موسما مع فريقه ويبدأ النادي الآهلي استعاد التعاقد معه مقابل 1.5 مليون دولار للنادي الروسي ودي القصة اللي انتم حضراتكم معظمكم عارفها خلاص الأهلي بيجاهز حل أخير حل فشل وفي ضم مهاجم من خارج الدول المصري وهو التعاقد مع جون إيبو كان مهاجم سيراميك كليوباترا على سبيل الأعارة لكن هناك نقطة خلاف بين الناديين وهي أن الأهلي يريد أن تكون الأعارة لمدة 6 أشهر فقط بناء على رقبة مارسي الكولر ونادي سيراميك كليوباترا وعايز الأعارة تكون موسم كامل دي الحكاية دي الحكاية حتى هذه اللحظة فيما يخص مهاجم النادي الأهلي طيب بما أنه اسم جديد وعايزين نعرف عنه شوية معلومات هو جواو بيدرو مهاجم الوحدة الإماراتية تعالوا أقول لكم شوية أرقام عن البرازيلي جواو بيدرو يلا بينا جواو بيدرو الآن مع أكتر من نادي إماراتي مجمل أعماله مع الأندية الإماراتية لعب 113 مباراة معدل دقائق 9692 دقيقة سجل خلالهم 70 هدف وصنع 11 هدف حصل على 15 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء واحدة واحدة 43 دقيقة سجل خمستاشر هدف من تاخل منطقة الجزاء سجل 14 هدف ومن خارج منطقة الجزاء سجل هدف واحد يعني مهاجم صندوق من الدرجة الأولى أهداف بالرأس شوما مميز أيضا بأهداف الرأس سجل سبع أهداف وروق 45 مرة وصنع ثلاث أهداف وسدت 73 كورة أرقام حلوة بصراحة يعني بصراحة أرقام في الدول الإماراتي بص أرقام معقولة جدا جدا يعني نكمل أخبار عن النادي الأهلي أخبار النادي الأهلي النهاردة أخبار مهم أول أخبار هي التفاصيل المهاجم اللي كنت لسه أتكلم مع حضراتكم فيها والخبر الثاني المهم جميع النادي الأهلي مستنية تشوف إمام عشور إمام عشور لاعب النادي الأهلي خلاص اتأكد جاهزيته لمباراة السوبر الأفريكي قدام اتحاد العاصمة الجزائر اللاعب بقى في حالة جيدة بقى جاهز مارسي الكولار اتماقل عليه بشكل كبير جدا والجاوز الطبي قال إن اللاعب جاهز مية في المية وكولار ناوي يعتمد على إمام عشور بشكل تدريجي بداية من مباراة السوبر الأفريكي عشان يكون هو البديل الأساسي في التشكيلة بدلا من حمدي فتحي اللي رحل عن الفريق إمام عشور بنسبة كبيرة هيظهر مع الأهلي في مباراة السوبر الأفريكي يوم 15 من الشهر الجالي طيب ملعب التش ملعب التش اللي بتضرب عليه النادي الأهلي كان فيه شكاوى كثيرة من هذا الملعب إنه الإصابات اللي بتحصل للعبين بسبب النجيلة وأرضية الملعب إن مارسي الكولار اشتكى من أرضية الملعب إن المدربين قبل مارسي الكولار المسيماني مثلا اشتكى من أرضية الملعب حتى السوارش اشتكى من أرضية ملعب التدريب في التش والنادي الأهلي خلاص قال لك لأ فيه اللي بقى القصة دي كلها إحنا هنصلح الأمور دي إحنا هنطور وهنعدل من ملعب التش عشان كده النادي الأهلي رصد ربعمائة ألف دولار عشان يطور أرضية ملعب مختار التش بيه الجزيرة والأهلي اتفق مع شركة إنجليزية عشان يطور ويغير أرضية الملعب الموضوع ده هياخد ثلاث شهور للتطوير ده خلى مارسي الكولار يطلب تأجيل الأمر شوية شوية عشان بس بداية الموسم والاستعادات ويا ويا فقال هناخد شوية وقت وبعد كده استلموا مننا الملعب ونروح نتدرب في ملعب تاني غالبا هيكون فيه أهل مدينة نصر والنادي الأهلي حتى يزيل اللحظة كمان موفرش السيولة الدولارية عشان يدفع المبلغ ده للشركة الإنجليزية عشان تطور أرضية الملعب بس الأهلي خلاص خد قرار هيتم تطوير أرضية ملعب التتش اتنين لعيبة جمعين نادي الأهلي متشوقة جدا تشوفهم مرة أخرى في أرض الملعب بقالهم فترة طويلة جدا بسبب الإصابة غيبين عن الفريق هما أكرم توفيق وكريم فؤاد الاتنين هيكونوا جاهزين للمشاركة في التدريبات الجماعية مع النادي الأهلي بشكل كامل بعد انتهاء معسكر الفريق في النمسا لكن موقفهم من المشاركة في السوبر الأفريقي لسه مش أكيدا وغالبا هتبقى بعيدة بشكل كبير جدا الأهلي مش هيقدر ياخد مخاطرة في اتنين كان عندهم صديبي بسرعة في المباراة قوية جدا زي مباراة السوبر الأفريقي أمام التحاد العاصمة لكن اتنين غالبا هيبدأوا الموسم الجديد مع النادي الأهلي بعد مباراة السوبر الأفريقي طيب ده فيما يخص أخبار النادي الأهلي أما أخبار نادي الزمالك ففيها كثير 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 من الأحاديث المهمة وهبدأ بزيزو زيزو هل سيبقى مع النادي الزمالك ولن يرحل لفريق الشباب السعودي اللي خارج من نادي الزمالك آه زيزو مكمل مع الفريق ده اللي خارج من اين؟ من نادي الزمالك اللي خارج مننا نبقى إيه لا لسه لسه إياه كريم خلاص ما الأمور الناس قالوا في الزمالك خلاص لسه الباب القيدة هيتقفل في السعودية بعد ثلاثة أيام الشباب عندوا مشكلة كبيرة فليه الشباب في السعودية عندوا مشكلة كبيرة خمس مباراة بحاجة عن انتصار تعادلين وثلاث هزائم ومجلس بيمشي مجلس الدراء بيمشي ويجي مجلس مؤقت والأمور صعبة جدا طيب الشباب بيعمل إيه خلال الثلاثة أيام دول داخل بتقلو يعني إيه هو عايز سبع تمن لعيبه جداد ومنهم أجانب ومنهم محترفين تطور في مفاولات نادي الشباب مع نادي الزمالك حول زيزو زيزو والده اللي هو يعني بيشتغل وكيل أعماله بيدفع جدا 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 إن زيزو يروح الشباب السعودية زيزو ما عندوش رغبة واضحة يعني إيه يعني زيزو مش أكيد عايز يروح الشباب ومش أكيد عايز يكمل مع الزمالك هو سائب حرفيا الأمور في يد نادي الزمالك يعني لو الزمالك وافق على رحيل زيزو للشباب مش هيبقى زعلان زيزو الزمالك بن كوسين راضة زيزو زيزو هيكمل مع نادي الزمالك راضة زيزو دي معناها يا كريم معناها شوية تعديلات في العقد معناها شوية مستحقات متأخرة ياخدها معناها شوية بونس كده ياخدها لو سجل أهداف لو جات إعلانات شوية تفاصيل كده بيتحرك فيها نادي الزمالك دلوقتي بس فكرة إنه الباب اتقفل تماما حول احتراف زيزو لنادي الشباب السعودي ده مش صح ما تقفلش ومازال الأمر خمسين 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 يبقى زيزو مع الزمالك ويستمر وخمسين ينتقل خمسين في المية ينتقل إلى الشباب السعودي هذه هي حكاية أو كواليس ما يحدث الآن فيما يخص زيزو خبر آخر اللجنة اللي بديه نادي الزمالك حالي بالقاس الدكتور عماد البناني قررت إنها تأجل كل الملفات الحاسمة في فريق الكرة إلى المجلس المنتخب أو تدخل رجال أعمال ومحبين هي بتركز دلوقتي على صرف بعض المستحقات المتأخرة للعبين وأبرز الملفات اللي سايبها اللجنة الحالية للمجلس القادم ملف غرامة كهرباء وتجديد زيزو وفتوح وصبحي اللي تم تأجر قبل ما أخش على الخبر ده عشان ده خبر مهم النهاردة الزمالك أعلن أنه خلاص فتح باب الترشح لانتخابات النادي واسمع مني كلمتين دول وارجوك تسمعهم كويس ياللي ناوي تخش انتخابات نادي الزمالك تركز معاي جماهير الزمالك ما بقتش خلاص مستحملة ناس تزايد عليهم يعني إيه يا جماهير الزمالك عايزة ناس بتحب نادي الزمالك زي جماهير نادي الزمالك زي يوم ده واحد بتحبوك بتحب النادي بجد يعني اتنين الزمالك عنده أزمات مالية مالية ضخمة الزمالك عنده أزمات مالية ضخمة بس الزمالك باسمه وتاريخه والبراند بتاع النادي ده يقدر يحل مشاكله المالية لو جات إدارة تدير الأمور المالية في نادي الزمالك بشكل كويس انت بتقول ايه؟ طبعا انت عايز توصل لايه؟ عايز اوصل انه الزمالك مش محتاج حد يجي يقوله او يقول لنادي الزمالك يعني انا هكسب الانتخابات عشان هدفع لا 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 انت ولا غيرك مش تقليلا منك انا بكلام بقى في العموم انا ما فيش شخص في بالي حتى بالمناسبة في العموم الزمالك ده كاسم يعرف يجيب فلوس كتير قوي فتعال خش اشتغل الزمالك ودير نادي الزمالك بشكل سليم زود موارده بشكل سليم اشتغل على الأمور المالية في نادي الزمالك بشكل سليم عشان الزمالك مبقاش نادي خسران او نادي عنده أزمات مالية دي جزء ايه تالت حاجة بلاش اللعب بالمشاعر اللي هي ايه اللي هي انا هبقي على نجوم الفريق انا هشتري عشرين لاعب انا هعمل مش عارف ايه لا ما تلعبش جماهيري عشان جمهور نادي الزمالك بين قصين ما بيدحكش عليه ولو ادحك عليه في لحظة فما بيدحكش عليه طول الوقت يعني ايه يعني دير الزمالك بشكل سليم شوف الزمالك عايز ايه من الصفقات شوف الزمالك عايز استغنى عن مين شوف الزمالك لو المدارب ده كويس جدتله بشكل كويس بس ما تبقاش اشعار وحاجات من كده تمام تمام الثلاث حاجات دول بقى حطهم على جنب كده وتعلالي في الكبيرة ما يزعلوش مني كل محب لنادي الزمالك لو الزمالك عانى لبعض الوقت سواء في وقت قريب او في وقت بعيد انا عشت معاناة كبيرة لنادي الزمالك على مدار سنوات طويلة كاعلامش وشوفت العذاب او الزعل اللي بتعيشوا جماهيرينادي الزمالك مع مجالس مختلفة بالمناسبة لو سمحت يا راجل مرشح لانتخابات نادي الزمالك ركز مع نادي الزمالك ركز مع نادي الزمالك ما تبصش جنبك ما تقولش اصل مش عارف مين ظلمني واصل مين بيتطهدني واصل مين بيديقني واصل مين قاصد واصل مين مش عارف ايه الزمالك لو تصلح كل حاجة من جوه مش هيبص جنبه هيشتغل كويس وهينجح بس تون ما انت سايب النادي نفسه ومركز بره وهينا الدنيا هتبوز وبره تبش تفتعمل حاجة بالمناسبة ده لو فيه حاجة بره اصلي يعني انها بره هتفتعمل حاجة ولا جوه هتبقى صلحت تركز مع نادي هتفعز كده راجل مسئول ليجي في نادي الزمالك يقول نادي الزمالك العظيم نادي الزمالك الكبير نواقصه كذا وكذا وكذا والحاجات الجيدة اللي عنده كذا وكذا 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 النواقص دي اشتغل عليها والحاجات الجيدة تنميها بتكلم عن نادي الزمالك دي نقطة نقطة تانية وانا قلتها مبارح مع الدكتور عماد البناني ومستغربها هو يعني يا جماعة نادي الزمالك يخسر يعني ايه نادي عنده كل هذه الجماهرية يكون بيخسر ده اللي بيبقى مثلا اقول ايه اللي بقى مع تليفون محمول والتليفون دوت فيه مثلا عشرة بيحبوا يستخدموا التليفون دوت فالراجل اللي مع التليفون ده المنتج ده يعرف يكسب كتير اوه عشان فيه عشرة بيحبوا التليفون ده نادي الزمالك عنده جماهير بالملايين كبراند انا مكلم بلوقتي حتة ماركتينج يعني كبراند فينفعش يبقى عندي كل الملايين دول وبخسر فلوس يبقى فيه ادارة غلط ادارة غلط للبراند والبراند ده عشان يبقى سليم مية في المية مش لازم انا مكلم بقى بامور تسوقية مش لازم ابدا تحوطه من كل الاجناب اي مشاكل ليه عشان انا لو سبونسر او انا راعي عايز اروح لنادي انا عايز نادي بلا اي مشاكل بلا اي اعزمات فاروح وانا متطمن ومرتاح فهذه ساعة الزمالك يدخل فلوس ساعة الزمالك يكسب انا بالوقتي مش هخش في مقارنات اللي انا بطلبه من ادارة نادي الزمالك الجديدة اللي هيخش في الانتخابات فرأيي انه يفكر بالطريقة دي ما تبصش جنبك ما تقولش اصله الجنبي بيكسب ازاي واصل بياخد ايه وبيشتري ايه وبيجيوله ايه ملكش دعوة بص الناديك ركز فيه انا فاكرة بقول الكلام ده دايما عن نادي الزمالك وبقوله عن نادي الاسماعيلي انا الوقتي شغالها اهو في قناة هبص لشغلي ازاي يطوره وازاي ينجح ما بصش للجنبي واصل لجنبي عمل ايه وما عملش ايه وازاي كده ومش عارف ايه لو كل واحد بصن نفسه هينجح بطبيعة الحال عشان هو هيبدأ يشوف بقى اللي كان بيحصل على مدار سنوات بيعة بيعة لجماهير نادي الزمالك بعض الجماهير كله من الجماهير كان بتصدق البيعة اللي هي بتاعت انه الزمالك مشاكل لا الزمالك نادي كبير ونادي عظيم ونادي مشرف في مصر احنا كنا نفخرين دايما بالاهل والزمالك نقول عندنا قلاع مصرية كبيرة الاهل والزمالك نحب دايما نشوفهم في افضل حال وبطبيعة الحال نحب نشوف الاسماعيلي في افضل حال والمصري والاتحاد وبرامدز وفيوتشر والسنوات كل الاندية المصرية تحب نشوفها في افضل حال تبقى اندية محترفة عشان كلها في الاخر بتصب لصالح منتخم مصر بتصب في مصلحة وسمعة وصورة الرياضة المصرية بشكل عام نكمل اخبار نادي الزمالك نادي الزمالك في الوقت الحالي بطلب منه انه يسدد خمسة وعشر شوف الزمالك كونه شوية يطلع له شوية غرامات وفلوس غريبة كده شوف النهاردة دخلنا لمرحلة الفرانك السويسري الزمالك بطلب منه انه يسدد خمسة وعشرين الف الفرانك السويسري من اجل تفعيل الاستئناف اللي كان يتقدم به النادي على غرامة المجربي خالد بطيب لعب الفريق السابق واللي حصل على حكم بالحصول على تلات ملايين دولار قيمة عدو الزمالك تلقق طبع من اسبوع من المحكمة الرياضية الدولية انه يدفع خمسة وعشرين الف فرانك قيمة استنافه على الحكم ولو الزمالك ما تفعش خمسة وعشرين الف فرانك الحاجة يعني مفروض بسيطة يعني ده هيخليه يضطر يدفع التلاتة مليون دولار ليه خالد بطيب عشان كده الزمالك طبعا بدأ يتحرك بسرعة انه يسدد خمسة وعشرين الف فرانك حيث لا تقدر يطلع لك حاجات كده هو يا جماعة يعني اللي موجود او اللي كان موجود ما كانوا شايفين كل ده سبحان الله والله ماشي محمد صبحي حارس مرمى الزمالك طلقت صلاة من بعض محبي نادي الزمالك ورجال الاعمال عشان يجددوله وعقده مع الفريق احد المرشحين لانتخابات نادي الزمالك انتخابات على مستوى الرئيس يعني كلم مع محمد صبحي وقال له ما تقلقش بالنسبة لتجديد التعاقد والفلوس اللي انت طالب ماشي نادي الزمالك اتفق مع احمد نادر السيد حارس المرمى على العودة للفريق مرة اخرى اللاعب هيوقع على عقد الانضمام لنادي الزمالك بس العادي ده مش هيتم تفعيله الا في يناير لو ما تمش رفع الاقافة عن نادي الزمالك لو تم رفع الاقافة عن نادي الزمالك قبل غالق باب القيد يوم 14 من الشهر الجاري احمد نادر السيد هيكون جاهز للمشاركة مع الفريق او الدخول في قائمة الفريق في الموسم الجديد دي حكاية احمد نادر السيد حمد علاء اللاعب الشاب في وسط نادي الزمالك رجع التدريبات تدريبات الفريق من الجديد كان غاب عن تدريبات الفريق خلال اليومين الماضيين واللاعب تدرب منفردا كعقوبة على اللاعب انه ما جاش التدريب اليومين اللي فاته ده ليه؟ عشان حمد علاء عايز يمشي من الفريق حمد علاء عايز يطلع من الزمالك بنظام الاعارة وسوريو كان قال له في البطولة العربية انه هيكون اللاعب رقم اربعة في حساباته في وسط الملعب بعد روء او عمر السيسي ودونجا وشايف انه بما انه مش هيشارك اساسي فيطلع مرة اخرى كلاعب معار وهو عنده عرض فعلا لنادي من نادي سموحة انه ممكن يروح للفريق الصفقة كانت تعطلت بس ممكن تتفتح تاني لو رحل او الزمالك وافق على رحيله عن الفريق خان كالوس وسوريو المديد الفني للزمالك رفض وجود سامسون اكنولا مع الفريق بس في نفس الوقت هو يعني وافق انه اللاعب يتضرب مع الفريق ويتجاهز بدنيا وانه يبقى موجود عشان الزمالك يقدر يسوقوا ويجاهزوا عشان يبقى اي نادي ممكن يحب يشتري لقيه جاهز فالزمالك يعرف ياخد فيه رقم وهكذا يعني الزمالك في نفس الوقت تعرض لايقاف جديد في الساعات اللي فات بسبب اكنولا عشان ما دفعش مبلغ 11 الف دولار 11 الف دولار لنادي اسمه 36 ليون الناجيلي قيمة حق رعاية في سامسون اكنولا وطبقا لهذا العقد الزمالك مطالب بتزديد الرقم للنادي الناجيلي عشان يرفع الاقاف من عليه في رقم للأسف رقم قليل جدا كان المفروض تبقى الامور احسن من كده طيب في جنون بيحصل في سوق الانتقالات الصيفية ارقام كبيرة جدا وارقام ضخمة جدا 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 من يومين كان سوق الانتقالات في اوروبا اغلق في السعودية لسه لم يغلق وانا بقولي السعودية او في الدوري السعودي عشان دوري السعودي في القائمة قائمة اغلى 20 صفقة في سوق الانتقالات الصيفية لسه فاضله 3 ايام في الدوري لها الصفقات اتعاملت اغلى 20 صفقة اتعاملوا حتى الان ديكلان رايس من وستهام الى ارسنال 116 مليون يورو ديكلان رايس النهاردة جاب جل في الوقت قاتل في ماتشستر وينايتد في امبارات ارسنال وماتشستر يونايتد وفاز ارسنال 3 واحد جسل بالمناسبة جاب جول حلو اوي كمان ماشي موسيس كسيدو راح من برايتون الى تشيلسن 116 مليون يورو اللاعب طبعا طرفيكا قرائب من ليفربول ويورجان كروب تلع اتكلم عنه في الاخر راح تشيلسن 116 جوت بيلنج هام من دورت الى ريال مدريد 103 مليون يورو دي اهم صفقة اتعامل في سوق الانتقالات الصيفية بحجم التأثير اللي عامله بيلنج هام مع ريال مدريد منذ انضمامه للفريق هاركين طبعا من توتن هام الى باير ميونيخ بمئة مليون يورو وكولومواني من انتراكت فرانكفورت الى باريس سان جرمان 95 مليون يورو طبعا فاكرين طبعا كولومواني اللي ضيع الفرصة اللي ضيعت عن فرنسا كاس العالم قدام الارجنتين لعب مهم جدا وكان مسجل على ما اتذكر 24 هدف مع انتراكت فرانكفورت الموسم الماضي لعب مهم جدا وسريع جدا كمان جيفار ديول راح من المدافع المدافع الكروراتي القوي جدا راح من لايبزيك الى منشستر سيتي بتسعين مليون يورو وطبعا البرازيلي نيمار من باريس سان جرمان الى الهلال السعودي بتسعين مليون يورو كمان هويلند اللي شارك النهاردة مع منشستر الناديد في جزء من المباراة انتقل من اتالنطا الى منشستر الناديد بخمسة وسبعين مليون يورو المهاجم اللي بيقوله هيبقى كويس يعني لسه مشوفناش كاي هافرز الصفقة اللي عليها انتقادات كثيرة جدا انتقل من تشيلسي الى ارسل بخمسة وسبعين مليون يورو واسوبو صلاي اللعب المؤسر جدا المميز جدا 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 مع ليفربول وسجل هدف النهاردة حلو قوي انتقل من لايبزيك الى ليفربول بسبعين مليون يورو دي صفقة برضو من الصفقات المهمة جدا ماسو الماونت انتقل من تشيلسي الى منشستر ينايتد ب 64 مليون يورو لاعب شوت وتصاب بعد كده في بداية الم�심 وتنالي الاطالي اللاعب المميز جدا من ميلا الى نيو كسل ينايتد 64 مليون يورو ونيو كسل عام الموسم سيء جدا لبيا راح من ساوز هامتن الى تشيلسي ب 62 مليون يورو وماتيس نونيز من والبر هابتن الى منشستر سيتي ب 62 مليون يورو خمسة عشر كريستوفر نكنكو من ليبزيك الى تشيلسي 60 مليون يورو لم يشارك مع شلسي حتى الآن لأنه مو صاحب ولعب مهم جدا لعب فرنسي مهم جدا وفي المركز 16 يتواجد جيرمي دوكو من رين إلى مانشستر سيتي ب60 مليون يورو ومانويل اوغارت من سبورتين براجا إلى باريس سان جيرمان ب60 مليون يورو اوغارت على فكرة هيبقى واحد من أهم أهم لعاب الوسط في العالم لعاب ممارس جدا جدا وصفقة ذكية جدا من باريس سان جيرمان لعاب مهم جدا مالكم راح من زياد الساب باترس برجي إلى الهلال السعودي ب60 مليون يورو واغطافي راح من بورتو إلى النصر ب60 مليون يورو واليكساندر متروبيتش من فلهم إلى الهلال ب52 مليون يورو دول أبرز أو أغلى 20 صفقة في الانتقالات الصيفية حتى هذه اللحظة وبقول حتى هذه اللحظة عشان زي ما أقول لكم الدولي السعودي لسه فاتح كمان 3 ايام فاطلة الانتقالات لسه أكمل مع حضراتكم بعد الفاصل محمد جمال وحمد الهواري ضيوفي هيكونوا معاهم أخبار وكواليس مهمة جدا خليكم معاهم يا أهلا بحضراتكم مرة أخرى بعد غياب طويل جدا جدا شكرا معايا في الأجازة يعني غيابوا عني كتير قوي وحشني بشكل شخصي وأكيد كمان حضراتكم نفسكم تشوفوهم تسمعوا أخبارهم وكواليسهم للأصدقاء العزاء المميزين دوما في برنامج رقم عشرة محمد جمال وحمد الهواري يا جيمي بنور الدنيا حبيبا حسنا مبروك على السيزن الثالث ويرب بقى سيزن موفق زي السيزن الأول والتاني إن شاء الله ومبسوط أن أشوفتك نقضى مع هواري طب حبيبا بشكرك أن أنت كنت شريك في نجاح موسيمين فاتوا شكرا جزيلا نفس الأمر للصديق العزيز أحمد الهواري صاحب الكواليس العظيمة والأخبار العبقرية يعني هواري بنور الدنيا ومشرف وحمد الله على السلام يا كيمو حمد الله على السلام وانت موسم إن شاء الله يبقى موسم خير علينا جميعا وعلى البرنامج بتشرف أن أنا زارت معك في الموسم الأول وفي الموسم الثاني أنا بشكرك جدا كمان أن أنت كنت شريك في الحمد لله الحمد لله نجاح ولضا الناس علينا في الموسم نجاح مجهودك ومجهود تيم الأعداد أستاذ أحمد درمالي والتيم اللي معي حبيبا أشكرك شكرا جزيلا جيمي هبدأ معك مباشرة وبشكل واضح فين مهاجم النادي الأهلي الجديد لو طلعته لي دلوقتي بيتمكافأة جميلة جدا شانا بتسهيل السؤال ده كل ثلاث ثواني والله يوى بجد كل الناس بتسأل كل الناس على مهاجم النادي الأهلي القصة كريم خدت من منحنة أنه فيه رش وفيه توطر داخل النادي الأهلي والناس كلها بتدور على المهاجم ليه واقع غريب جدا جدا هدوء تام داخل النادي الأهلي على الرغم من عدم الاتفاق مع مهاجم حتى اللحظة لأنا بتكلمك فيها دي والناس لسا بتتكلم فيه عرضة على مرسي الكولر وتعرض عليه بقى ثلاث مهاجمين تاني من ثلاث ايام الراجل هو ما بيشتغلش بالطريق فقال له من دوني وقت تاني من قوله جديد لأنه قال لهما أنا ديتكو لست مجاش من أحد ياما بسبب القيمة المالية ياما بسبب عدم الاتفاق تراجع بعض الأطراف عن الصورة فالنادي الأهلي اداله خيارات جديدة الراجل قال لهما اتفرج ورد عليه منهم لعب فري يعني القصة كلها وقفة مش اقول انها في ملعب كولر لكن الراجل في الآخر اما انه هيبدو قناعة به او بالاتفاس المعرض عليه او لا ده جزء الجزء التاني النادي الأهلي ليس كما اشيع انه قال له انت لو عايز سوزة خلاص ندخل لانتقلات من غير نخلص لانتقلات من غير العيب وييجي سوزة في يناير الامر ده بالصيغة دي لم يطرح داخل النادي الأهلي الراجل مصمم تماما على التعاقد مع مهاجم لكن التاني انه لا مستغربه جدا الراجل هادي جدا هو طبيعته انه ممكن اقول حاجة بس انه بعض الناس مش واخدة بالها كل الناس عمالة تقولك ايه يا عمالة سوزة في يناير هيبقى بلاش وانت ليه عمالة تجي دلوقتي تدور على سوزة وانت تدفع فيه فلوس دي كلها انا بس بذكر ان الاهلي عنده سوبر افريقي عنده دوري السوبر او الدوري الافريقي للبطولة الجديدة عنده كاس عامل عنديه في ديسامر فعنده بطولات اصلا هم يحتاج في الفترة ما قبل يناير المهاجم ممكن ما بعد يناير يعتمد على الناس تانية بس ممكن الفترة دي هي اسعب فترة ممكن هتمر على الاف الموسم ده تفهم معك جدا جدا واضف لك نقطتين النقطة الاولانية انه بادئ الموسم المحلي باقاف الكهرباء كمان المهاجم اللي اعتمد عليه بشكل كبير مع محمد شريف الموسم الماضي ما عندهش حد غير صلاح محسن اللي هو شايف انه الناس بترمي ثقل كبير جدا على صلاح محسن الرجل كان موجود في النادي اه اللعبة بتتطور جدا مع مارسي الكولر اه انا شايف انه صلاح محسن لو انضبط عقليا او ذهنيا هيبقى هزر بشكل مختلف تمام وانا براهن من العيبة اللي براهن عليه هو كريم نيدفيد الموسم الحالي لكن مقدرش يا نسيقلي في ظل هذه البطولات وانا بتكلم على الدوري الافريقي بيتكلم على كاس حالما عندها تحديدا السوبر افريقي بداية الدوري المصري اه الاهلي ونتكلم عليه لاحقا فيه ازمة كبيرة قادمة ما بين الاهلي وما بين التحدي الكرة بسبب التأجيلات الاهلي هيلعب من هنا كريم لحد يناير القادم بنتكلم لحد التوقف الدولي بتاع يناير بالكتير بالكتير ست مباريات بالكتير ست مباريات الاهلي اللي عندها تبقى لعبها مثلا 12 هو يبقى لعب ست مباريات تبقى لجادة ولا لسه منزلش يعني نرجع تاني قصة المهاجم فالقصة واقفة فين انه الترشحات الثلاثي اللي اتعرض عليه هم معرضين التلاتة من لجنة السكاوت برئاسة الكافتر بيدر مانويل مهاجم الشرقاء وكان الكلام على انه يجي على صعيد الاعارة انه يخرج بيجي للمدة ستة شهور او لحد يناير ده كان اوبشن من ضمن الابشنز رجب انه يبقى مكلف ماليا بالمناسبة لعيب مميز جدا موجود في نادي التشارق اللي بدار عبو بيتسو موسماني التوصد الوحدة الوحدة عفوا اتنين سوزة لازال في الصورة ما شفتك بتكلم عليه في الانترو لازال في الصورة ولازال في محاولات من اللعيب الاهلي لا يتواصل على الاطلاق مع تشون بوكوري من فترة طويلة طبعا جاكسون موليكا والراوي اللي حصل على جاكسون موليكا كنا في الاجازة انتهى تماما وما فيش جاكسون موليكا في خيارات نادي الاهلي ولعيب تالت من ترشيح كابتن هاني رمزي ويبقى الازمة هو لعيب فري انا معرفش مين الاسم لكن هو لعيب فري لعيب برازيلي لعيب فري ويبقى القصة كلها تانية عند مارسل كولر لكن هرجع وقولك الراجل متمسك جدا بانه ما يجيبش اي مهاجم والناس تقولك تب اجيب اي مهاجم ماشي نفسك به لأهو دي مش قناعات وأي ان كان بقى هو صح هو غلط دي مش قناعات وعايز يجيب يا اما يجيب لعيب مقتنع به يا اما مش هجيب حد خلص عظيم جدا طيب في ظل هذه الامور الكثيرة في نادي في النادي الاهلي نادي الاهلي كان في حكاية في الفترة الأخيرة بتاعت المنتخب ولعيب المنتخب وعايز يكملوا مع المعسكر وعايز يستعدوا لمبارات للصوبة الأفريقي انت أمن الخشرة وقتين انت عندك كواليس مهمة في اتفاق بين الاهلي والاتحاد الكورة والاهلي والمنتخب ايه الكواليس او ايه الابديتس اللي حصلت في هذا الامور طيب هي القصة لها شكينا كريم شك ان النادي الاهلي عنده ارتباطات وشك متعلق بالأزمة اللي بين النادي الاهلي والاتحاد الكورة فيما يخص السوبر الابطال البطولة اللي هي منتظر ان يتم اطلاق النسخة الاولى منها الشهر المقبل اللي هي فيها 4 فرق اللي هي فيها 4 فرق فقصة النادي الاهلي واعفاء لعبيه هي كانت مشتركة شوية بالقصة دي ان النادي الاهلي بيطلع بيانات عايز يعرف نظام البطولة المستحدثة اتحد الكورة ما بيردش فالنادي الاهلي استغل الموضوع وقال لك أنا اللعيبة يتم أعفقهم طيب الكصة راح لفين وده لم يتم الإعلان عنه كابتن حزم إمام كان في تواصل دائم مع كابتن خالب بيبو روي فيتوريا كان في تواصل مع مارسل كولر وهناك اتفاق لم يعلن أن بعد ماتش أسيوبيا ده أخذ بالك ده الكلام ده من إمتى من يوم الاتنين اللي فات أو يوم التلات اللي فات اتفاق ما بينهم أن اللعيبة هتطلع بعد ماتش أسيوبيا بمجرد الانتهاء يسافروا مع النادي الأهلي بشكل طبيعي جدا للسعودية مع هذا لعيب واحد محمد عبد المنان ده اللي كان عليه خلاف لأن روي فيتوريا كان شايف أن هو عنده أزمة في خط الدفاع حجازي مصاب الونشو مصاب وسامة جلال مصاب فاللعيب الوحيد اللي بيشارك أو السردبك الأساسي معك هو محمد عبد المنان ولكن الاتفاق خلاص إن الأربع لعيبة الدوليين هيخلصوا الماتش ويسافروا بشكل طبيعي ينضموا للنادي الأهلي ويسافروا بشكل طبيعي بعد مباراة أسيوبيا يعني الأربع بتوعي الأهلي مش موجودين في ماتش تونس مش موجودين في ماتش تونس وده الاتفاق من بدري ليه المنتخب كان مصر فيتوريا إن اللعيبة دي تبقى موجودة وماتش أسيوبيا تحديدا القصة متعلقة بالتصنيف الناس بتقولك خلاص ماتش أسيوبيا تحصيل حاصل مش فارق المنتخب كسب لا هم في اتحاد القورة وفيتوريا وجهز المنتخب شايفين إن الماتش بالنسبة له مهم جدا في حتة التصنيف عظيم فكرة إن أنا مخسرش فافقد لقات في تصنيف أنا عايز أسمع رأيك في قصة داشة عايز أقول رأيك فيها بس عايز أسمع رأيك الأول طيب هرجع لك بقى الأول القصة خالص أول القصة كانت إنه كان فيه اتفاق مسبق قبل ما يتم تحديد موعد السوبر الأفريقي بتاع يوم 15 إنه المنتخب هياخد اللعيبي النادي الأهلي بالاتفاق إن الأهلي يخلص المعسكر بتاعه وهيرجع اللعيبة اللي هيختارها روي فيتوريا يروح المنتخب طيب لاحقا وكان فيه اتفاق عشان كان فيه تصريحات لمحمد غرابة مدير المنتخب فيما يخص ده فده حقيقي آه كان فيه اتفاق لكن قبل اتفاق ده كان قبل تحديد موعد السوبر الأفريقي لأنه حدد لاحق دي رقم واحد رقم اتنين إنه كان فيه غلطة ويع فيها المنتخب ألا وهي إنه استدعاء أو جواب استدعاء اللاعبين بتاعة النادي الأهلي زي وزي أي نادي بتعامل منتخب بتعامل مع الأندية المحلزة الأندية الأجنبية خمستاشر يوم قبل الاستدعاء خمستاشر يوم قبل التجمع ده لم يحدث طيب أنا كلمت مسؤول في المنتخب وقال إنه اللاعبة المحلين تستدعى أي وقت مش لازم خمستاشر يوم زي اللاعبة المحترفة ده كلام سليم ده فيما يخص لأحد يا خلايا لا لا في الآخر تتعامل لو فيه أزمة المنتخب ما بتعاملش مع الأندية المحلية زي الأندية الأجنبية خلص زي المختلفين أنت عايز تقولي إنه هتشتغل رسمي قوي يعني لا إنت لو تشتغل رسمي لو تشتغل لا لو تشتغل رسمي إنت لو فيه خلاف ما بين نادي محلي وما بين اتحاد أهلي بترجع في الآخر لاحية لاتحاد الدول لاحية لاتحاد الدولي بتقول خمستاشر يوم ماشي بالصوات طبعا إن أنا ما ينفعش إن أنا كنادي وكمنتخب بلدي يبقى عندي أزمة في استخدامها ما أنا بقولك ده أصلا مش موجود فالأهلي لم يتطرق لقصة دي من الأساس لكنها كانت في الخلفية إنه القصة أنا عندي أنا عندي التزام والقصة فيما يخص التصنيف تبتكلم على أربع نقاط فيما يخص مباراة إثيوبيا أربع نقاط في التصنيف يعني هي المباراة لأنه إثيوبا فيه فريق كبير أو في التصنيف فتبتكلم على أربع نقاط المباراة كلها على بعضها أربع نقاط مباراة تونس بالمناسبة بسبب أن نحن في رئتين قريبين أو من بعض في التصنيف عدد نقاطها أكبر بالمناسبة يعني فهي قصة مباراة إثيوبيا رغم أنها مباراة أولية لأن عدد النقاط فيما يخص التصنيف أقل من عدد النقاط بتاعت مباراة تونس وفي النهاية وفي النهاية الراجل لاتفاق كان فيه اتفاق ودي بأكد على الكلام الأول هو وري من أسبوع فات أو من خمس أيام القصة منتهية تماما الراو اللي حاصل ده كله علشان ما حصلش أي رد بقى من الجانبين الجانبين سكتو تماما وفيه اتفاق مسبق الأربع العيبة هيروح المنتخب وبالمناسبة روي فيتوريا راعة جدا النادي الأهلي فيما يخصها للتزامات لأنه عدد اللعبة اللي كان يستدعم النادي الأهلي كان أكتر من أربعة فهو الراجل طلب اللعبة اللي هو محتاجهم جدا الأربعة اللي تم سعامسة ومحمد هاني مروان أو محمد عبد مرعم ومحمد الشناوي الرباعي ده هو دول اللي كانوا محتاجهم جدا فأي العيب كان ممكن ييجي وما بيأخدش فرصة أنه يلعب أساسي أو هو محتاجه مستدعوش من الأساسي ممكن أقول رأيه في القصة دي أنا رأيه في القصة دي أنه كان الموضوع ده لازم يبقى فيه أمور داخلية يعني إيه يعني الأهلي يتحدث مع المنتخب يتحدث مع التحاد الكرة ولازم التحاد الكرة والمنتخب يبقى عندهم مرونة في هذا الأمر لأن الأهلي فعلا يمثل مصر في بطولة مهمة ومنتخب مصر أيضا مهم جدا ومنتخب مصر مهم جدا وانا قلت الكلام ده نبالح وأقرره تاني فكرة أنه نحن نتعامل مع مباراية منتخب مصر عشان هي مش مهمة فمش مشكلة تاخد اللعيبة ده شيء خاطئ جدا عشان جزائي اللي قالها هوارب بتاعة الأرقام والتصنيف بس في نقطة أهم هو كام تجمع بياخده في توريا لمنتخب مصر فأي تجمع حتى لو يومين هو بيعايز يحط خطته وطريقته يحفظ لعبته ويخليهم ينساجموا فبطبيعة الحال المنتخب بيعايز لعبته طول الوقت كون الراجل أبدا مرونة كون اتحاد الكرة تأخر أنه أبدا مرونة والنادي الأهلي أعلن بشكل واضح في بيان أنه هو محتاج وبطلب مهزب من المنتخب الأمور كانش مفقود تبقى في النور ممكن تحصل في الكواليس وتبقى الأمور كلها جيدة نراعي مصلحة منتخب مصر أولا ونراعي أيضا يا نادي الأهلي الذي يمثل مصر في بطولة كرايا وكان الموضوع يخلص على طول وسيحنا عملنا منه قصة وحكاية وفي حتة كمان للأسف بلد عشان قصة والحكاية تستمر منتخب عنده ودية محتملة مع منتخب الجزائر الأهلي يبقى عنده بالضبط الأهلي يبقى عنده سمب افتتاحية السوبرلين ماتش سمب فانت قبل فرق ثلاث يام تقريبا فانت يست عندك قصة تانية إن هل لعبة الأهلة تنضم للمنتخب في ودية الجزائر ولا مش هتنضم هيتم يعفقهم فانت لسه داخل الخناءاتين الشهر الجاي ده قبل شهر ونص من الخناءة بسرحة بقى أقولك بقى من الآخر السبب العبس اللي احنا فيه ده كله تحضر أفريقيا كاف طبعا طبعا عبس لأنه عبس عامل بطولة التحضر الكاف عارف إن فيه فيفا ديتس وبرح لازق فيها بعدها بيومين عامل بطولة يعني عامل بطولة كبيرة أو عامل مطش مهم صح عبس جدا لا هو الأكثر عبسية إنه إنت لما بتيجي تتكلم على بطولة دوري أبطال أفريقيا اللي هي بتنظيم الكاف المباشر وموعد مباراة السوبر أنا عايز أقولك إنه الأندية كلها اللي بتلعب في دوري أبطال أفريقيا أو في الكنفترالية تلعب في نفس الموعيد يعني أنا عملت حطية مباراة السوبر رح تمأجل للنادي الأهلي مباراة فلأ يعني الأمور هو استمرار لمسلسل الكافر قبل ما تيجي معايا في الإنترون نهاردة قلت إن زيزو لبقى مفتوح لسه في موضوع الشباب ما تقفلش بشكل نهاية وإنت وقتين أنت عندك أخبار مهمة كمان فيما يخص زيزو هل زيزو مكامل مع الزمالك أو أنا ممكن يرحل الشباب السؤال بص يا كريم زيزو مش عايز يمشي من الزمالك بشكل سيء ولكن قصة التلويح التلويح وأنا أقصد ما يعنيه يعني بفسخ التعاقد هو يحق لي لأنه عنده بتتكلم دلوقتي المبلغ اللي يحق اللي زيزو عند النادي الزمالك بنتكلم على أكتر من 10 مليون و700 ألف يعني نتكلم تقريم ما يقارب 11 مليون جنيه مستحقت فقط عن الموسم الماضي سواني 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 أنت بتقولي دلوقتي معلشش أنا أنا بحب أأكد المعلومة وقولي أن أنت متأكد منها ولا لا ألف في المية ألف في المية أن زيزو ممكن يفسخار له مع النادي الزمالك من طرف واحد أنا قلت تلويح هو مش عايز يمشي كده هل زيزو لوح؟ ما ينوب عنه من ينوب عنه والده والده في جلسة جمعت أحد المرشحين على مقعد الرئاسة بنادي الزمالك جمعته بوالد أحمد مصطفى زيزو الكلام كله على أنه إحنا عايزين المستحقات دلوقتي فصارت بقى المفاوضات طب هنحاول ندبر نص المبلغ هنحاول ندفع نص المبلغ طب ننتظر لحد ما يتم حسم الانتخابات هو الراجل قال إنه هو عنده التزامات وعنده التزامات كتير وعنده مشاكل وهو مش عاوز عشان كي قلت لك تلويح يلجأ للحل ده في النهاية هو مش عاوز يلجأ لحل الفسخ في النهاية ممكن أقول حاجة؟ أنا هروح لحوالي الآن تسمع رأيه بس أنا هقول لك من جانبه حسب معلوماتي مستحيط ده هيحصل وكويس إنت اخترت الكلمة بشكلها الواضح يعني يلوح فقط بس أنا أقول لك المستحيط ده هيحصل وهي حاجة من الاتنين يئما يبقى زيزو في نادي الزمالك يئما زيزو يرحل لنادي الشباب السعودي بموفقة نادي الزمالك ومقابل مادي يدفع لنادي الزمالك ده بحسن معلوماتي سواء من زيزو أو من نادي الزمالك لكن اللي أنا بقوله لك ده هو مدار مدار في الجلسة اللي جمعت من ينوب عن زيزو ومن ينوب عن نادي الزمالك أو من يتحدث في هذا الشهن لحل الأزمة ففي النهاية زيزو فيما يبدو أشبه زي وزي الفتوح بورقة انتخابية نوع عمالك أنا أقول لك حاجة هقول لك معلومة يمكن لأول مرة تعرفها هواي لو قاعد كده بدأ يعمل كده لو عنده خلام مهم جدا هيقوله دلوقتي بس ما عملنا أنا بذكر فاضل زواج طيب صح أنا أتلاح صح؟ آه طبعا توقيت صح آه لا أري المشهد لا أري المشهد لا أري المشهد الجسد بس زيزو لن يفسخ عقده مع نادي الزمالك زيزو ووالده يعلمه جيدا الدور اللي لعبه نادي الزمالك في حياة أحمد سيد زيزو أو أحمد مصطفى زيزو وأنه هو من لعيب آسف في الكلمة مجهول ودي مش تقليل منه لواحد من أهم نجوم الكرة المصرية شهب اجتهاده وتعبه واللي عملهوله نادي الزمالك عبر تاريخها طبعا فهم سواء زيزو أو والده يعلمه جيدا الدور اللي نادي الزمالك عامت فهم فكرة الفسخ مش في حساباتهم على الإطلاق تمام هل زيزو يرحل قضي الأمر الذي فيه تستفتيان زيزو لن يرحل عن نادي الزمالك ومستمر في نادي الزمالك هل أسألك سؤال خلينا ناخد نتقام مصدور الموزيع وانت الراجل الصح في النقد الرادي وانت النقد الرياضي هل في مسؤول جوه نادي الزمالك دلوقت يقدر ياخد قرار براحل زيزو لا هل بس ها دي الإجابة طب أسألك سؤال تاني لو فجأة الشباب السعودي خب بالك اصلا انا برضو ذكرت شوية حيات تحصل في السعودات الشباب دلوقتي يعني حالته صعبة جد خمس مباريات ما يتعادل المباراتين وخسر تلاتة وتغيير إدارة وتغيير إدارة فالكلام على سبع تمن لعيبة هيعايزين يشترون بكرة او ما خضرونهم تلات تيام لو جي عرض للزمالك فوق العشرة مليون دولار في بيع زيزو مش هنا هيظهر مسؤول في الزمالك انا بسألك انا هوبرة برضو بسألك مين صاحب القرار في الوقت الحالي او مين اللي هيمدي على العقد طبيعي اللجنة اللي موجودة مستحيل طب انا برضو بكلمك عن رؤيتي او توقعي في الحتة دي مستحيل انهم ياخدوا قرار ويحل زيزو في الوقت دي لو كان المجلس السابق المنتخب هو اللي موجود اصحاب قرار ويقدروا حاجة هقولك معلومة يعني موضعش حتى على الهواء من شوية قبل ما ادخل على الهواء على طول بنص ساعة طبعا عملت تليفون لحد مهم في الصفقة وسألته السؤال مباشر طبعا موضوع هتقفل خالص قال لي بص هو كان الايام اللي فاتت مقفول خالص واللي انت لما احتلو او انت وضحت الهواري اه يعيزيزو مكمل معناه دي الزمالك قال لي بس اخر يومين اللي فاته دول لا بدأ يحصل كلام من بعيد لبعيد يحصل من وكيل من بعيد يحصل من والد زيزو نادي الزمالك الشايف اللي بيحصل وداير فالامور ممكن يحصل لها حاجة في الثلاث ايام دول انا معاك انه من كام يوم فاته كان الموضوع مقفول بالزبط بس فاتحتين طيب يعني خلينا نشوف خلينا نشوف احنا كأخذ بالك احنا قلنا شوية معلومات وقلنا شوية توقعات وتحليل الموقف يعني هو في الاول والاخر هو زيزو دلوقتي في نادي الزمالك بكرة فيه الله واعلم خلينا اقول بس نقطة اخيرة في قصة زيزو يعني تعقبا على القصة بتاعت انه ما فيش مسؤول داخل نادي الزمالك لحل بعض الازمات وعلى رأسها الحمد للكلام على مشكلة زيزو احد المسؤولين السابقين السابقين بوعات شوية احد المسؤولين السابقين اللي موجودين محبين لنادي الزمالك قعد مع احمد سيد زيزو ودفع مبلغ لحمد سيد زيزو لتأجيل الازمة لمنع انفجار الازمة وفي محاولة لاقناع زيزو بالانتظار لحين قدوم مجلس هو شايف انه هيتم دعمه بشكل جيد خلال الفترة اللي جاية يعني زيزو تلقى تلقى جزء بسيط من مستحقاته جزء من مستحقاته من احد المحبي لنادي الزمالك والمسؤولين السابقين في نادي الزمالك المسؤول ده هيدلو كمان جزء كمان من المقابل المادي الليه في نصف تسعة لما يرجع صح يا واري ولا ايه شكلها صح مش يا صح مش يا صح لسه كمانين مع حضراتكم بعد اذا الفاصل نواصل خليكم معا يعلم بحضراتكم مرة اخرى لسا مكملين مع محمد جمال واحمد لواري انا محمد جمال واحمد لواري قاعدين فانحنا الكواليس معاكل الصبح بقى بتخلاص عنه ده كل شو هنقول كواليس واغبار مهمة جدا حوالي ايه حكاية انه الزمالك ممكن يشارك فيه بطولة الدول الافريقي بدلا من بيترو اتلتكو في بعض الناس كتبوا الكلام ده انبالح وقالوه لو فيه عقوبة منتظرة على بيترو اتلتكو ممكن يتم استبعاده من البطولة وممكن الزمالك يخش بدلا منه طيب يا كريم موقف بيترو اتلتكو لحد دلوقتي لم يحسن بشكل نهائي بنسبة 100% محدش يقدر يجزب ان تم الاستبعاد او هيشاركوا الوضع لكن خلينا نتكلم البديل لو تم الاستبعاد هل ممكن الزمالك هل ممكن الرجاء لان برضو تقال في المغرب الرجاء او ما اعلموا ان الكاف في الجزئية بتاعت الاستبعاد دي او الجزئية بتاعت المشاركة في لوائح البطولة مش هيشارك ناديين من بلد واحدة يعني هم مستبعدين تماما الفكرة دي الناس برضو ربطت قالت لك طب ما الاندية نفسها تبعت وتخاطب الكاف يعني الزمالك يخاطب الكاف انا عايزة شارك لو تم الاستبعاد بحكم ان انا يعني من ضمن الاندية المصنفة وجماهيريا ومن اكثر الاندية المتواجه اصلا بدور الابطال ولكن لحد دلوقتي نادي الزمالك لا يفكر على الاطلاق في المشاركة في بطولة السوبرليج خاصة يعني ما عندوش نية ان هو يبعت اصلا عشان يحاول ان هو يدخل خاصة ان زمالك عايز يركز على بطولتين بس اللي هم الفدرالية والدوري وبالنسبة للأبطال اللي هو المحلي ازمة ازمة ولسه تتفتح النادي الاهلي لو يعني فعل ما يريده ان هو لو اتحاد الكرة ما اعلنش والنظام والموعيد والقصة دي النادي الاهلي وارد ينسحب او يعتذر عن المشاركة في الحالة دي اتحاد الكرة anthropocalyptic بنسبة 100% ان البديل هو النادي الزمالك لا استني تقول لو الاهلي اعتذر عن البطولة دي ف100% اللي هشارك بدلا منه الزمالك مليون في المية احنا كايكا لحد اللوقت الاهلي وبيراميقز وسراميك في الباطر هو اللي اتأكد مشاركت الاهلي وبيراميقز وسراميكا ولسه الفريق الرابع اللي هو مش الزمالك بالزبط ولكن أنا بقول لك أولاو النادي الأهلي لأن النادي الأهلي مشكلته في حاجة النادي الأهلي عايز البطولة دي تبقى مكملة للسوبر يعني السوبر للأخير اللي النادي الأهلي كسبه يعني مش متذكر بصراحة النسخة الكام لو هي سي النسخة 19 هو عايز البطولة الجاية دي السوبر الأبطال دي يبقى النسخة العشرين يبقى النسخة العشرين ده مش موجود أصلا في البرتوكول اللي تم توقيعه مع مجلس أبوظابي الرياضي البروتوكول بينص إن دي بطولة جديدة والسوبر القديم اللي هو كان من مبارا واحدة اتلغى خلاص وسوبر الأبطال اللي هو أربع فرق ده نسخة جديدة تماماً اللي هي النسخة رقم واحد ده اللي أنا عارفه بس ده هل ده كلام سليم؟ ما هو النادي الأهلي اللي عايز النسخة تبقى نسخة مكملة عشان الزمالك يتغاقب ممكن يكون ده جزء بس خلينا نعايز أتكلم لا ده جزء أنا متأكد برضو مليون في المئة آه لا لا خلينا نكلم بشكل أهم إنه أنا في النهاية كل دول العالم هي عندها سوبر عدد بطولات بدأت السوبر سنة كذا ونظامها الجديد كان سنة جزة بس هتفضل هي هي البطولة عشان الحقق ألقابي مع العدد بتاعها كذا يعني في أسبانيا لما خلو السوبر بأربع فرق بقى السوبر هو هو السوبر وكملة القصة بس البعض جوة تحد الكرة طالب بدأ وضرب مسهل فعلا بالسوبر في الدول الأوروبية إن آه زي الأسباني إن يا جماعة السوبر يبقى مكمل بغض النظر إنه تم الاستحلاث نظام أو آية كان وده اللي عايزه النادي الأهلي فهي برضو خناءة لكن أنا بقول لك لو النادي الأهلي نظرا بقى لإن الخناءة يعني ما اتفقوش نظرا لإن النادي الأهلي شاف إنه مثلا عنده زحمة في الأجندة بتاعته لو النادي الأهلي اعتذر عن المشاركة القرار جوة تحد الكرة الزمالك هو بديل النادي الأهلي فضل عشو الحاجة اللي كان بيقوله هواري قصة الخناء أو ده تم الاتفاق عليه خلاص إن شاء الله ما يبقىش فيه خناءة بإذن الله إنه فيه خلاف إن شاء الله تبلومه إنه ده تم الاتفاق عليه خلاص البطولة اللي جاية هي بطولة مكملة للنسخ اللي فاتت وهي شارك فيها أربع ما هو إيه سبب استبعاد الزمالك إنه الزمالك لم يشترك فعلي عقوبة والأهلي عايز تنفيذ العقوبة دي اللي هي بطولة السوبر الصيغة القانونية الوحيدة اللي تجني باتحاد الكورة إنه إما يدخل في أزمة مع الأهلي إما يدخل في أزمة مع الزمالك ما يتم الاتفاق عليه إنها نسخة مكملة فبالتالي عقوبة الزمالك هو تلقائي الزمالك لن يشترك في النسخة القادمة سواء بأربعة أو بواحد مجلس أبو ظبي النقطة ركما يتكلم عليها ولي أزمتهم كلها إنها يتب أبطولة واحدة ما يبقاش عندي اثنين ما يبقاش عندي أربعة ولا تلعبها أربعة أو تلعبها واحد تسموها الصبر القديم تسموها الصبر الجديد مش دي الأزمة لكن ما يبقاش في بطولتين ما يبقاش في بطولة الصبر الأبطال والصبر العادي تبقى بطولة واحدة فما تم الاتفاق عليه داخل اتحاد الكورة إنه ما يكون المخرج القانوني كالتالي إنه البطولة اللي جاية تبقى أربعة فرق وتبقى مكملة للنسخة السابقة يشترك النادي الأهلي وخدم وفقة النادي الأهلي على اشتراكه على البطولة بالنسخة دي بشكل لهم أربعة ونها يكون مكملة والزمالك لن يشارك في هذه النسخة القصة بقى بتاعت إنه لو الأهلي ما هو الأهلي من ضمن أسبابه كان قصة الزمالك من ضمن أسبابه عنده أسباب تانية منها الزحمة بتاعة الخريطة بتاعة الموسي لكن من ضمن أسبابه كانت الزمالك فبتقلي بعد التواصل لهذه الصيغة يبقى أنا ما عملتش مشكلة مع مجلس أبوظابي اللي هو المنظم للبطولة ما عملتش مشكلة مع الأهلي وعاقبت الزمالك توقع لعدم اشتراكه فنعملت الصيغة القانونية الأكرب للصواب فيما يخص اتحاد الكرة فالنسخة اللي جاية هي نسخة مكملة الأهلي هيشترك يبقى فيها أربع فرق فيه تلات فرق حسيمه يتبقى الفريق الرابع لم يحدد حتى هذه اللحظة وزمالك مش يكون موجود في النسخة القادمة طب قل كم خلاص أنا كنت أشترك لحاجة تانية فده ما تم الاتفاق عليه لم يتم إرساله للنادي الأهلي الرسمية لكن ده لنزع فتيل الأزمة إيه بقى حقيقة إنه الأهلة هيتم تغريمة أو أعقابه بسبب السوبر الماضي في الإمارات ماشي هو الصيغة القصة كلها في الصيغة قصة تغريم النادي الأهلي 200 ألف دي حقيقة عقوبة أو 200 ألف درهم عقوبة ما فيش عقوبة لأنه ما فيش حاجة يتعامل عليها عقوبة القصة كلها لكنها لم تنشر تفاصيلها فبالتالي خلينا أقولك هي القصة عبارة عن إيه ويمكن يتقلأ أول مرة هما 200 ألف درهم دول بتوعيه بالزبط مارسل كولر بعد الاتفاق مع النادي الأهلي على مواعيد معينة الحجز مكان إقامة باسة النادي الأهلي في مباراة السوبر والطيران بتاع النادي الأهلي ليه الإمارات جي مارسل كولر راح مغير كل الكلام ده وغير مكان الإقامة وغير الطيران فبالتالي تم تحميل النادي الأهلي قيمة كل هذه التغييرات اللي هي الإقامة بالطيران اللي هم في الآخر توصلوا لصيغة إنه تم خصمها مما تقاضى النادي الأهلي 500 ألف درهم والنادي الأهلي تقاضى 300 ألف درهم فما فيش العقوبة ما فيش ولا عقوبة ولا في أزمة لأن الناس كلها ربطتها بالقصة الوقعة وبتاعة الأزمة اللي كانت حصلة في المباراة وأنه الحكم كتب حاجة في تقريره ولا حصل أي حاجة ولا في أي قرارات ليه علاقة بين أحداث المباراة السوبر من الأساس المتين ألف درهم هي قيمة التغييرات اللي عملها مارسي الكولر تغيير المواعيد حمل الشركة المنظمة تكاليف كتير جدا لأنه غير فندق اللي قامة وغير مواعيد السفر فبالتالي تم تغيير التيران فالمتين ألف درهم دول النادي الأهلي مبلغ بهم مسبقا عظيم جدا عايز أخذك في جزئية تانية مهمة جدا نتخص أسوريو مدير الفاني النادي الزمالك هل أزماته المالية انتهت هل مشاكله المالية انتهت هل هو مستمر مع الفريق ولا ممكن فجأة لقيه اختفى من نادي الزمالك أموره عاملة زي أسوري في نادي الزمالك دلوقتي هو كان هيختفي بس الحمد لله كان هيختفي طبعا كان هيختفي في ظل الفراغ الإداري اللي عانى منه الزمالك الفترة اللي فاتت الراجل مش عارف يتكلم مع مين الوضع إيه الرؤية رحل فين اتكلم أكتر من مرة في أزمة مستحقاته المفاجأة اللي برضو أول مرة تتقال إن المجلس اللي رحل أو القدم استقالته اداله فلوسه بالمصري أربعة مليون جنيه فقالوله خد فلوسك مصري مؤقتا ونحولهم لك دولار لما يتوفر الدولار في نادي الزمالك وتاخد فلوسك بالدولار لا إسفلنا عشان اللي كانت قال إنه أسوريو خد مستحقاته هو خد جزء منها بس بالمصري ده إمتى أنا مش مكنة لما كان يهمل فات في المجلس الصابق بالضبط لكن بعد رحيل المجلس الصابق بدأ رجال الأعمال يتدخلوا منهم ناس ينتوه الترشح في الانتخابات المزمع 20 أكتوبر قعدوا مع أسوريو جلستين في الجلسة الثانية الرجل حصل على 91 ألف دولار قيمة مستحقاته المتأخرة بالكامل المتبقية بالكامل وانتهت الأزمة تماما هو بقى ومساعدينه الأجانب ولكن في أزمة تخص المساعدين والمصريين إن حتى الآن من ساعة مجوم ما أبضوش ولا جنيه يا خبرة بيض ولا جنيه متحة بادي بقى عبد واحد سمع حفظ الأرقاب ومتحة أحمد والطقم المصري كله يعني كده أسوريو مكمل معناه الزمال خد فلوسه خلاص أسوريو في القاهرة أسوريو في القاهرة بقرأ في معسكر والراجل مبسوط واللعيبة مبسوطة معاه والأمور هادئة هو المشكلة اللي قابلته شوية قصة القيد وقصة إنه ما فيه صفقات ولما قاعد مع رجال الأعمال في الجلستين اللي قاعدوه اتكلم في الحتة دي قالوا له طب أنت محتاج صفقات قال لهم على الأقل لو فيه صفقتين لأن عندي أربع جوالات في دور الأبطال قبل القيد في يناير فلو فيه إمكانية أن تحلوا أزمة القيد ونضم على الأقل صفقتين قالوا له هنحاول بس الأمر صعب إحنا مش هنوعدك وعقود ما نقدرش ننفذها هنحاول نفك أزمة القيد ونجيب على الأقل اتنين لعيبة زي ما أنت بتقول ولكن طبعا الأمور راحل الاتجاه صعب جدا في قصة إنه زمالك يلحق لعيبة يعني تبخد دي بقى أسوريو مسافر أقود خمسة أيام وأول خمسة أيام في المعاصكر اللي عيقود الفريق في يوم متحدة عبدالهدي خلاص أسوريو خد قراري سافر هل بقى في بداية المعاصكر أسوريو يسافر هل ده طبيعية ومنطقي؟ ما عنديش معلومة لا 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 وحق يعني لو المعلومة تأكدت هل طبيعية ومنطقي في أول معاشكر يبقى مش موجود؟ لا مش منطقي خاصة أن أنت عندك ماتش أرطى سونار بعد أسبوعين 16 آه بعد أسبوعين فمش منطقي طبعا يوم 16 16 تسعر مش منطقي أنت النهاردة بتتكلم أربعة صحيح فهتسافر خمسة يام ترجع يوم تسعة أو يوم عشرة مثلا فبعدها بستة ومسافر زمالك مسافر أصلا جيبوت يوم 13 صحيح لو الرجل استأذن عشان عنده ظرف مثلا أو حاجة قصة تانية غريبة جدا طيب عزق دك في جزء فني شوية وهو لقاء سيمبا التنزاني لأهلي وسيمبا التنزاني في بداية دوري السوبر أو الدوري الأفريكي يعني بالمسمى الجديد لأفريكان ليج ناس بعض الناس قال لك يا بغت الأهلي ويع مع سيمبا التنزاني لما عادنا نسجل شوية مبارح وعادنا نقرى شوية لأ سيمبا واضح أن نعمل فرقة محترمة واضح أنه فرقة صعبة واضح أنه فرقة دمات قيل ومن كم سنة كان فرقة دمات قاعة عن نادي الأهلي فاكر طبعا وقت ميكي سوني والحاصل وميكي سوني هلعب مع سيمبا في المباراديات شايف سيمبا إزاي في مواجهة النادي الأهلي أول حاجة خلينا أقول لك إنه لو نبتري نعرف بس الصورة لما أنا وبعدنا نخلي الفيديو بتاع الملعب للآخر أول حاجة إنه فرقة سيمبا إنه كنت أتكلم أوف إيرنا وهواري قلت له أنا كنت أعايز الأهلي لعب أي حد إلا سيمبا أي حد إلا سيمبا أي حد من الفرقة موت كنت أتلاعب فرقة التصنيف الثانية أي حد إلا سيمبا السيمبا أولا غير جلده بشكل كبير واحتفظ بالعناصر الأساسية اللي كنتمشي بعمل شكل جيد خلينا أقول لك إنه بغير جلده وواخد الدوري هناك والسوبر بتاع تنزانيا ووصل دوري لتمانية قدام الوداد في بطورة أفريقيا الماضي دي السفقات اللي جابها الموسم الحالي يمكن أبرزها هي أيوب لك ردة الحارس بتاع الجيش الملكي المغربي ونادرا لما تلاقي حراس أو لاعبين عرب بيروح يلعبوا في فرقة في أفريقيا خاصة ما مش الفرقة بيلعب في تنزانيا اللعيب التاني يمكن هو مش جاي معنا في الصورة دي صورة جايب السنة يعني خلينا نسبت على الصورة دي هو شعباني شلوندا ده مهاجم دولي تنزانيا مهاجم بيلعب في منتخب تنزانيا مهاجم جاي جدا نرجع للصورة الأولانية تاني لعيب التالت فابرس انجومة طبعا اللعب قدام النادي الأهلي مع الهلاستوني لعيب ممتاز لويس منكسوني لعيب ممتاز ممتاز مع سنبا ممتاز مع سنبا لا ممتاز مع سنبا وهو بيجيد لعب هناك في الأجواء وهما كانوا شايفين حتى كان فيه كلامي مع بعض المسؤول الإعلامي هناك كلمت معاه من يومين قال لي هو لويس منكسوني احنا كنا متوسمين فيه نهو روحنا للأهلي ويطلع على الأوروبا هو حتى هو راجع شعر بشئ من الضيخ لكن هو حاسس ان هو هيرجع هيرجع تاني نفسه ان هو يجيله فرص تانية من خلال والجمهور انك بيحبه والجمهور راجع شايفه من نجوم الفرقة واللعيب التالت هو الجناح بتاع النيجر بلعف منتخب النيجر فعندهم ضموا اكتر من 13 لعيب يا كريم منهم 6-7 لعيب ميزين جدا بالإلافة لانهو فريقهم اصلا فريق جيد الكوالات بتاعته جيدة وقدر يحقق موسم ممتاز اخيرا نروح ليه المدرب المدرب بيمتلك خبرة افريقية ممتازة بيدرب في افريقيا من فترة طويلة جدا روبرتينيو هو اسمه روبرت اوليفيرا بس اسمه روبرتينيو روبرتينيو كريم بدأ مسيرته في تونس درب الناس بتركز او مع المدربين هم بيشتغلوا في افريقيا لكن هو بدأ في تونس درب فيه الملعب القبصي في الدوري التونسي الممتاز ودرب فريق حمام الأنف ودرب فرقة في اغاندا عام نجاحات بشكل ممتاز هو موجود مع الفرقة ودرب رايان سبورت دي الفرقة اللي دربها وممكن هو موجود من 2011 كريم بيدرب داخل افريقيا فراجل متمرس وعنده معرفة موجود مع الفرقة بقاله عشر شهور وحافظ الفرقة تماما وهو اللي اختار الاسماء اللي جات فلا انا شايف ان المباراة صعبة جدا جدا كمان لما نيجي نبص لي اخر خمس سنين الاهل اللاعب الفرقة دي اربع مرات هزيمة ثقيلة تلقوها دي كانت اول مباراة كانت خمسة سفر لنادي الاهل في القاهرة بعدين هزيمة والناس دايما فاكرة الهزيمة بتاعها بس بتاعت لويس مكسوني الهدف اللي تعاقب مع النادي الاهل بعادية لكن لا كان فيه هزيمة قبلها كمان المباراة على نفس الملعب ملعب بين يمين مكابا بهزيمة ثم هزيمة تاني ورجع الاهل في القاهرة بهدف نظيف لا اخر خمس سنين الاهل اتغلب مرتين في نفس الملعب من نفس الفريق حتى لما اللاعبات غيرت على مرحلتين وكان فيه لعبة مختلفة واخيرا يا كريم فيما يخص صعوبة المباراة ملعب بين يمين مكابا من الملعب الصعبة والرخمة جدا في افريقيا رغم انه ملعب نجيل تجيدة لكن ملعب واسع دايما نحن عارفين في حاجة اسمها ابعاد للملعب في الحدود الدنيا والحدود القصر ملعب واسع جدا الملعب يا كريم كل مباراة والمحلية والافريقية 60 ألف ملين الملعب التقديم بتاع الصفقات يا كريم تبتخيل انت جايب بتقدم الصفقات فيه 60 ألف في الملعب في تقديم مش فيه مبارا في تقديم الصفقات لما كانوا بيقدموا لويس منكي سوني وغيره من الصفقات 60 ألف الملعب ممتلئ عن آخره ملعب كبير جدا جدا زي ما قلت لك هو ملعب واسع من الملعب اللي هي الأهلي بيلاقي فيها صعوبة خاصاتها لما بيلعب نهارا هو شبيه بملعب سانداونس شبيه بملعب بيترو أتليتكو في أنجولا فانت بتتكلم على انه الملعب صعب الجمهور كتير في الغالب هيختار موعد نهاري للمباراة عدد صفقات كتير ماشيين بشكل جيد وعندهم استقرار ومن الفرق الأوليالة في أفريقيا اللي ماشي بعالية استثمارية مباراة صعبة جدا جدا عن نادي الأهلي ولكن أنا كنت بكلم أفقير مع هواري قلت له أي الأهلي لعب أي حد إلا سيمبة المباراة صعبة جدا عن نادي الأهلي يمكن حسن تطالع أن المباراة العودة هيكون في القاعدة ما فيه إمكانية للتعويض السؤال برضو من الأسئلات الصعبة كنت سايبه بعد شوية بلح كنت بكلم مع الدكتور عماد البناني وسألته السؤال واضح وصريح هل يستطيع نادي الزمالك أنه يرفع إقاف القيد قبل غلق قبل انتقالات في مصر وكان رده واضح صعب هل مازالت الأمور صعبة؟ بص هو شايف من وجهة نظره دكتور عماد البناني الصعوبة في أن المبلغ بالكامل بتكلم مبلغ دولاري مش متوفر جوا نادي الزمالك ولكن الاتجاهات الخارجية اللي هي من جانب محبي نادي الزمالك كانوا ماشيين في طريق تجميع المبلغ الدولاري ده وكل رجل أعمال ساهم بجزء وجمعوا مبلغ كبير جدا ولكن القصة برضو أنا عايز الناس تفرق قبل ما يعني أن عندك ثلاث أعضايا دول سهلين وعندك أعضايا هي الأزمة اللي هي سبورت انجليش بونا عشان مبلغ كبير بنتكلم في مليون ونص سبورت انجليش بونا وأنا كنت قلتك الكلام ده قبل كده يا كريم رافض تماما فكرة التأسيط لازم ياخد فلوسه كاملة فانتهي الأزمة في كده أن أنت عايز المبلغ كامل فالوقت معاك ديق في حتة أن أنت تجمع المبلغ كامل وتجمع المتين وسبعين بتوع أتشنبونج سيبك من القضيتين التانيين اللي هم حق الرعاية نضاي وسامسون مبلغ مليلة آه يعني 11 ألف وسبعة خمسمية يعني ماكملوش عشرين ألف دولار مليون جنيه فرقم سهل يعني قصتك في سبورت انجليش بونا وأتشنبونج الوقت ديق معاك أنت قدامك عشر تيام خاصة أن أنت لازم تخلص الأربع قضايا وتخاطب الفيفا والأندية واللعيبة اللي واخدى فلوسها تخاطب الفيفا فالفيفا يرد على اتحاد الكرة فالتحاد الكرة يرفع القيد فتجيب العيبة نفترض حدوث هذا السيناريو فرضا هل في العيبة بقى دلوقتي مفيش نادي هيسيب العيب حسم الأمر أنت بتتكلم إنه خلاص قدامك عشر تياب معاك كلامك دوت بكتير أو الزمان كدح أخر يوم في الانتقالات لو سددت بكرة محتاج على الأقل خمسة يام صحفات جاي أخر يوم في الانتقالات بتقولي نادي مثلا عايش تري بينك لعيب فالنادي ده أصلا هيبقى ده معناه أنه مش هيعرف جيب لعيب تاني إلا لو النادي مهيئ أنه يستغنى سي مثلا برضو بنتكلم الأسماء اللي كنا تكلمنا فيها قبل كده لو فارقه هيسيب محمود حمادة لو نادي طلاقها الجيش هيسيب محمد شحاتة لو فيوتشر هيسيب حد لكن ما أعلموا أنه نادي فيوتشر خلاص متمثل بقوامه الموجود كله فالدنيا راحة صعوبة في موضوع الصفقات وأنا كنت قلت لك من شوية أن حتى لما رجال الأعمال قعدوا مع هسوريو الرجل قال له ما نعايز لعيبة قال له هنحاول بس صعب صعب عشان قصة الكيد الوقت داي لسا بكاملين مع حضراتكم بعد هزالفاصل نواصل مع جمال وهواري خليكم يعلم بحضراتكم مرة أخرى سعى جيمي دلوقتي سؤال ما كناش أو هو ما كانتش متوقع مني بصراحة بس هفعله كده هفاجئه بس دا السؤال سهل دا هوصال مفاجئ بس سهل جدا ماشي لاني هلعب بتشكيل عاملة زي وده من تحدي العاصمة يوم خمسة عشر سؤال شهل انت علمه مش المهاجم يبقى سهل سهل وصع يا كريم الراجل محضر نفسه إنه حتى لو جاب مهاجم حتى لو جاب مهاجم بيحضر نفسه عن اللي موجود علشان يبتري الراجل يشتغل وبيشتغل مع اللعيبة عشان هو هيلعب المورار الرئيسية بالنسبة له عشان فيه عشان كده الاهلي لم يعلن حتى يدي اللحظة عن إزاعية المباراة في الغالب بالمباراة لانتو زيعة تبقى لما هو معهود عن مرسل كله هو الراجل ما بيزيعش ماتشاط السنة اللي فاتت أول ما جاء عمل ثلاث مباراة ودية وكانت مع أندية حتى من الدرجة التانية أو أول أندية من الممتازة ما زعشوا على مباراة يا وارد ما بيزيعش يا لاجوها القايرة والبعدها واردتين بتسجيلها وزعيتها لحق لكن مش قبل مباراة اتحاد العاصر الراجل عنده العناصر الأساسية إذا ربنا يحفظ الجميع يعني ما فيش حد تصاب هو نفس القوام اللي بيشتغل به اللي ماشيين بقى بشكل جيد وقولك أنه الراجل بفكر جدا أنهم ما يخشوا إمام عشور كانت وفاجأة أنه هو يبتري يخش تدريبات الجماعية كان منتظر أنه يدخل بعد كده في توقيت لاحق يعني أقرى ما بتلا كمان يدخل فيه لتدريبات الجماعية فالتشكيل مش هيتغير حاجة عن الشكل إلا لعيب واحد يعني هو الراجل هيلعب بنفس الشكل ونفس العاصر بيشتغل به علي معلول محمد هاني محمد عبد ماني مياسر إبراهيم وراه محمد الشناوي مروان وليو ديانج هل يبتري يدخل إمام؟ لسه شوية لكن إمام بتريد يدخل تدريبات الجماعية فلو مش موجود إمام في الغالب يكون موجود محمد مجدي أفشى مكان إمام في وسط الملعب والتفكير دلوقتي هل ممكن يعمل الفكرة بتاع بيرسي تاول اللي تكلمنا عليها وشرحناها هنا تفصيليا ويخش في وسط الملعب ويبتري اعتمد على رضا سليم وحسان الشاحات لكن حسان الشاحات مقدم معسكر ممتاز رضا سليم ما دخلتش قوي جواه الأجواء لكن فنيا اللعيبة كلها حتى لما احنا بنتكلم مع اللعيبة اللعيبة كلها لأ شايفينه لعيب كبير لعيب عنده كرة مختلفة ولعيب عنده ستايل في الكرة مختلف هم شايفينه هو هيبقى اضافة للفريق في الفترة الجاية حتى ممكن انا كم كلامي بدون ذكر اسمها ما حد من اللعبية اللي هم بيلعبوا برضو على صعيد الأجنحة في نفس مركزه بيقول له هل لعيب ممتاز والراجل اعتمد على الثنائي عمل أكتر من تأسيمة غير التأسيمة اللي اتعامل بحكام بالمناسبة عمل تأسيمة بحكام جاب حكام وعمل تأسيمة بين فريقين جوا من النادي الأهلي فرقتين A و B وجاب حكام من بره خالص من النمسا هم اللي حكوموا المباراة مش هو اللي حكم المباراة وظهر بشكل جاية صلاح محسن في المباراة وظهر بشكل جاية كهربا لكن هو ممكن يدي لكهربا بشكل صلاح محسن رغم أنه ظهر بشكل جاية حتى لو تعاقد ما ما يجب قبل مباراة السوق عائل انا نخش على وقتل على حاجة لياها لك 25% في قود اللاعبين عمل أزمة في نادي الزمالك ايه الحكاية؟ هي قصة المستحقات بشكل عامة كريم عاملة أزمة لكن الأزمة كمان أن أنت الموسم خلص هو أنت داخل في شهر اللعيبة لها حوالي 70% متأخر من عقودها دخلت في أن اللعيبة دلوقتي المفروض ياخدوا 25% المقدم العقد الجديد فبدأوا يتكلموا في كده ويتكلموا كابتن عبد الواحد السيد مدير الكرة في أن أنت لازم تتكلم في أن احنا لازم نشوف حل لقصة مقدمات العقود الجديدة لأن احنا ماخدناش اللباقي من الموسم المنقضي وبالتالي المفروض في التوقيت الحالي قبل ما الموسم يبدأ نبقى بناخد في 1-9 ده 1-10 مقدم العقد الجديد اللي هو 25% من عقد كل العيب ففي مشكلة في القصة دي كابتن عبد الواحد وعدهم أن القصة تتحل سواء بتدخلات خارجية من رجال الأعمال أو عن طريق اللجنة السلسية اللي موجودة دلوقتي أنها تبدأ توفر أموال يسهمه شوية في جزء من المستحقات مع جدولة 25% مقدمات العقود اللي بعد بقى فترة الانتخابات ويجي المجلس الجديد يجدول بقى اللعيبة المبلغ اللي بقى كله لكن على الأقل اللجنة اللي موجودة دلوقتي توفر جزء من المستحقات المتأخرة لكن مقدمات العقود لا ما بعد بقى مرحلة الانتخابات حوالا أنا بشكرك شكرا جزيلا شرفت ونورت بشكرك يا كريم ودائما مبسوط حبيب جيمل نورت الدنيا بشكرك شكرا جزيلا وده أيضا كان ختام حلقتنا النهاردة من رقم 10 يا رب تكونوا استمتعتوا معنا أشوفكم يا رب على بخير